بعد خمسة وستين يوماً من التوقيع على اتفاق الرياض وبينما كان منتظراً الإعلان عن تنفيذ أهم بنوده والتي في صدرتها تشكيل حكومة جديدة وإعادة تشكيل ودمج قوات الأمن والجيش وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن يفاجأ الجميع بالإعلان عن مصفوفة جديدة لتنفيذ الاتفاق نفسه مراوحة في المربع نفسه بل يمكن القول إن الطرف الانقلابي أعادت موضوعه في عدن وأبياً وتعزز تسليحه عبر الإماراتيين في شبوة ما يجعله أكثر استعداداً لجولة حرب جديدة الحكومة الشرعية عبر المستشار الرئاسي أحمد بن دغر أعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفقاً لاتفاق الرياض بن دغر الذي كلف برئاسة لجنة الإشراف على تنفيذ هذه المصفوفة قال إن التوقيع عليها من شأنه منع أي تفكير في أي أعمال عسكرية مستقبلاً لافتاً إلى أن اللجان المكلفة بين الجانبين منحت مهلة لا تزيد عن عشرين يوماً تبدأ من يوم غد السبت خلالها سيتم تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين الشرعية والمتمردين كإثبات حسن نوايا وبمجب محضر الاتفاق على هذه المصفوفة فإنه سيتم جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن تحت إشراف مباشر من قوات الواجب السعودية الأمر يثير تساؤل عن مصير آلاف القطع التي جرى تهريبها من عدن إلى معسكرات تتبع المتمردين في أبيان والضالع ويافع مراقبون رأوا في هذه المصفوفة خطوة لشرعانة تمرد أكثر منها تسوية كونها تعزز نديته للشرعية إضافة لكونها خطوة تجمد المعركة الرئيسة مع الانقلاب الحوثي في صنعاء والذي من أجله أصلاً قام التحالف